مباراة لو عملتها فيلم دراما هيبقى فيلم مصير جدا جدا لانه المنتخب الارجنتيني في خلال 13 دقيقة احرز هدفين في خلال 13 دقيقة احرز هدفين تقدم بهم على المنتخب الفرنسي فاذا بالمنتخب الفرنسي في خلال دقيقتين يسجل هدفين دي 81 و 82 أو 83 دراما ارجنتين تتفوق خلال الشوت الاول تفوق غير طبيعي طلع المسؤولين على المنتخب الفرنسي قالك الحم اللي كانت عند اللعيبة اثرت واحنا ما بندورش العزاء لا لا سيبك كلام ده كل كلام ده كله جاي مع العفش كلام ده كله جاي مع العفش كله جاي مع العفش يعني لكن واقع الامر المنتخب الارجنتيني كان مبهر مبهر في اول 30 دقيقة و 32 دقيقة لما سجل هدفين بتوعه وكان محاصرا بقصوة شديدة المنتخب الفرنسي المنتخب الفرنسي فاء نسبيا في اخر 10 دقائق من الشوت الاول نسبيا واستعاد بريقه في جزء من الشوت التاني الى ان تمكن طبعا العب قريه واغلى لاعب في العالم بابيه ان هو يسجل هدفين مؤثرين للغاية في الوقت الاصلي من المباراة علشان تبقى قمة الدراما وبعدين بعد الهدفين بتوع بابيه وقبل الوقت الاصلي ما يخلص ارجنتين تنفرد والضيح فرنسا تنفرد والضيح يعني انت مستني في اي لحظة انت بتتكلم في 7-8 دقائق حط عليهم كمان 4 دقائق ولا 5 دقائق بقاطة اضافة في ماتشات صعب فيها التسجيل جدا لكن فجأة انفراد الارجنتين يضيع فجأة يا جماعة ده الراجل بتاع فرنسا ده الطويل ده ده راح لحرس المرمى بتاع الارجنتين في ديها تقريبا 88 أو 89 انفراد كامل طلع الراجل بقديه ورجله فتح قديه ورجله وعمل زي بتحرس كرة اليد الكرة ضربت في رجبته ويراي حجوه كان ممكن تنهي وفرنسا تاخد كاس العالم عشان كأقلت ده فيلم درامي ده مش مباراة في كرة القدم هي اعظم مباراة في تاريخ كؤوس العالم من 1930 حتى عشرين اتنين وعشرين ثم بنذهب بعد كده لوقت اضافي من شوطين فخلاص بقى عايزين نتفرج قلنا انا قاعد في البيت قلت لأ ده الديني هتتقفل اهي ادي الكرة اللي بتكلم عليها يا جماعة ده راجل انفراد بص 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 الحارس عمل ايه ادي ادي الاتنين على الاخر طبعا ممكن جدا الكرة تعد ما بين ايده اليمين ورجله اليمين او ايده الشمال ورجله الشمال والكرة دي يا جماعة في الدقيقة مية وعشرين مية وعشرين لو دخلت جابوا نقطة للارجنتين وشعبه والدنيا كلها اللي بتحب الارجنتين ومسي هيجيلهم نقطة لكن سبحان الله سبحان الله ده مواني لعب فرنسا وده مارتنيس طبعا حارس ملمر ارجنتين الصورة دي بالف كلمة بالف كلمة وخلي بالك موني ده رايح مفيش لا يعني لايمينه ولا شماله حد ده ضرب الافصيد وخط الدفاع وانفرد انفرد كامل والكرة مش معقربة تحت رجله هو بيزقها انتو شايفينه الكرة فين فوق الفخد الشمال بتاع مارتينيس حارس كان ممكن جدا لو لو اقول ايه لو صنطي فوق كتعدتهم قدام عضلة الفخد وتحت دراعه بالسرعة القوية بتاعتها جون انتهت المباراة وفازت فرنسا بكأس العالم لكن سبحان المولى اراد ان تكتمل الدراما على فكرة قبلها كان فيه انفراد الارجنتين برضو وتخلص به المباراة لكن انتهت المباراة بعد اما ميسي جاب هدف قاتل في الوقت الاضافي وبقى التلاتة اتنين وفضل تلات اربع دقايق قلنا خلاص بقى اذا بكرة اخرى وهدف اخر للعبقري بابيه عشان يبقى هاترك فريد من نوعه في كؤوس العالم لهذا النجم العالمي كليان مبابيه وتتعادل الفرنسا مع الارجنتين وينطفض مكروب وناسي كل البروتوكولات الخاصة بالرؤساء وقالع الجاكتة وفك الجرفتة ونطف الهوى واقق وبئق دي كرة القدم دي كرة القدم انا دايما بقول الجملة دي عشان اتحاده كرة يفهم ان كرة القدم دي مش مجرد لعبة زي ما بيقولوا لا دا حاجة شعبية رهيبة صورة اللي وردت هلكو هوريكو بعد شوية استقبالات لعبة الارجنتين دا الارجنتين كلها نزلت في الشوارع مش بس في بيونس عيرس في كل مدن الارجنتين ارقام خرافية وهقولكو كمان حجم المشاهدات بتاعتكاس العالم وفقا لتصريحات انفنتينو دي كرة القدم اللي ما تستخسرش فيها ان انت تفكر في مستقبلها ما تمشيش روتيني ما تمشيش روتيني لان الروتين من الف وتسعمية اربعة وتلاتين حتى عشرين اتنين وعشرين ما عملناش حاجة وانت ما زلت ماشي على نفس سكة القطر اللي تيت 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 لكن ما فكرتش ابدا ان تدور على شريط تاني انت باش على شريط القطر دورونا على مدرب كويس هنديله كام معسكر مش عارف ايه احنا معزومين في الحتة الفلانية رايحين حتة عنيه عشان هيكرمونا عشان مش عارف ايه دي اللي انت بتفكر فيه بحاجة هيزعل لكن هل فكرت تفكير حقيقي ازاي تطور كرة القدم زي ما من الفين وستاشر خلي بالك و بعد شو اقول لكم المغرب من الفين واثنين لالفين وخمستاشر ولا نادي حق اي حاج ولا الكرة المغربية محطوطة على خريطة خالص خالص لغاية لما جيه راجل رئيس الاتحاد المغربي ده وعمل طفرة رهيبة هحكيلكوا عليها بعد كده لانه جيه راجل اللي هو فاوزي الاخشحة انا ما بعرفش انت قال لك اسم التاني بتاعه صعب قوي لانه الجيم ورا العين دي صعبة شوية لكن هو الست فاوزي عمل حاجة راجل بيحب بلده وبيفكر راجل بيحب بلده وبيفكر ممشيش على شريط القطف اللي مشوا عليه اسلافه لا طيب نرجع مرة تانية عشان موضوع ده موضوع كبير هتكلم فيه وبعين طبعا رحنا لضربات الترجيح من نقطة الجزاء وطبعا من تينز هذا الحارس المجنون تقلق تقلق غير طبيعي واستطاع ان هو يرهب يرهب كل ما انتصدى من لعب فرنسا له وبالتالي اكتسحت الارجنتين فرنسا في ضربات الترجيح وتوجد بالكأس اللي اعتقد ناس كتيرة جدا 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 فرحة اوي 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 ده طبعا مارتنيز في ضربات الترجيح عبقري ده حارس مرمى عبقري بيحرق جسمه بيرعش جسمه يمين ويشمال من الوضع وقفا فاللي داخل بيرتبك ما هوش عارف هو رايح مين ولا رايح شمال وبعدين ما شاء الله بالياقة بدنية عالية ومتفوقة للغاية بيتصدى لضربات الترجيح ببراعة ببراعة نهيك عن الاتنين كمان ضيعوا من فرنسا فانتهت القصة وفادت الارجنتين ومحبي ميسي وما اكترهم طبعا انا زعلت جدا اريد خبر مبارح شاب مصري عنده 24 سنة كان عاشقا وولهان بليونيل ميسي بس اوفر اوي فجابه شفت صورة له قدام الشاشة هو بيتفرج وبتاع مش عارف ايه وبعين من كتر فرحة القلب الرهيبة عاش بقى الموضوع بكيان فضيع جدا ان جاله سكتة قلبية وتقف رحمة الله عليه طبعا طبعا رحمة الله عليه انا دايما اقول شجع بس زي بقوله اجانب فكت دون تمكت يعني ما تعيش الحالة قوي لانه لو استسلمت لحاسيسك الداخلية سواء في المكسب او في الخسارة ممكن ان تضيع لانه القلب لا يتحمل احيانا الضغط الرهيب اللي بيحصل جواك جواك سواء من حزن او من فرح يعني فدايما اثبت نفسك شوية في المسألة دي يعني ما تحاولش ان انت تفرت قوي في هذه الاحاسيس عشان لك قدر الله ما يحصل لكش حاجة وطبعا رحمة الله على الشاب الجميل وشفت صورته شاب زي الورد زي الورد واربعة وعشرين سنة وراح لمجرد انه فرح فرحة عارمة لما انتهت المباراة ومسي رفع الكاس من كتر حبه في مسي يعني فاتصور الناس كتير قوي فرحه قوي طبعا الارجنتين عشان مس طيب خليني بسرعة كده نشوف الاهداف كده بطريقتنا 3D افكركوا بيها كده وبعدين نتحدث او اعرض لكم بقى حاجات لطيفة كده من الاحتفالات طبعا ده الهدف الاول من ضرب الجزاء ليونيل ميسي في الديئة 23 حطاها حلوة قوي قوي طبعا تسبب فيها انخل دوماريا لما تم عرقلته ودخل ميسي بمنتهى الاعصاب الرائعة وبعدين بعد كده انخل دوماريا في الديئة 36 في 13 دقيقة من ديئة 23 للديئة 36 13 دقيقة الهدف الثاني للارجنتين اتعملت حلوة قوي من اليمين وانخل دوماريا من ناحية شمال دخل وبطن رجلو حطاه في البعيدة روعة 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 2-0 قلنا الماتش خلص بص بص لفها ازاي تحفى تحفى لمسة واحدة وطبعا انخل دوماريا بيشماله في البعيدة روعة 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 بقى تتن جي بابي في الديئة 80 ضرب الجزاء حطاها بقوة رحلها مارتينيس خلي بالك وحط يده فيها ولمسها بس طبعا الزبون اللي بيشوت ده بابي ده رجله ما شاء الله صاروخ مدفع وبقى رجع مرة تانية بابي بعديها ما فيش بدقيق بص 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 الاستقبال بتاعه الكرة تعملت له حلوة قوي 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 وهو على طول بص خلي بالك من لمسة واحدة وهي في الهوى يعيني عليك والقوة بتاعتها اللي خليتها انها تعدي بقينا اتنين اتنين بص اللامسة بتاعه بص اللامسة روعة روعة رجع اليونيل ميسي في ديئة مية وتسعة تورام طبعا دي الكرة بتاع التورام اللي حطها البابي مرة تانية بيعدوها من زاوية تانية خدمة حلوة والله جدا استريد دي كأنه ماتش قدامنا يعني بصوا وش رجلو و وسرعة الكرة 78 كم في الساعة وبعدين بعد كده رحنا لل التلاتين ديئة الاضافية وهجمة كده بروحين تلاتة وميسي بمتابعة في الديئة مية وتسعة وفضل حداشر ديئة خلاص يعني الماتش خلص خلاص بصر تدت لكن ميسي على طول ميسي طبعا التاني اللي صدها ده كان جوه الجون لعب فرنسا ده كان جوه الجون خلي بالك منه لما صدها كان جوه الجون اهو فبقت بقت تلاتة اتنين قلنا الماتش بقى خلاص ما فيهاش اهداف تانية ما فيهاش اهداف تانية بص ميسي يا جماعة وجماله بص ميسي وجماله واحد يقول لك وفصاد وفصاد ايه ما اتنين هم قدامه يعني ناس احيانا تتحدث تحدث يعني حاجات غريبة جدا طبعا صدها من جوه من جوه تماما يعني وبعدين بعد كده جد ضرب الجزاء تانية فبيبقى عصاب بردة جدا حطها وساعتها انا قلت ازاي يعني شوت يا جماعة وتذكرت هاري كين مع المنتخب الانجليزي لما الكرة التانية حطها في السماء فانا قلت بابي دا هيعمل زاي وهيحطها في السماء لكن لا دا اغلى لعب في العالم دلوقتي ومشاء الله 22 سنة وحاجة يعني فاخرة